وجه تقرير جديد لمراقبة دولة متانياهو انجلمان انتقادات للشرطة وجهاز الامن العام الشباك واشار الى وجود عيوب وخلل في عمل الشرطة وجهاز الامن العام الشباك خلال احداث ايار الماضي وجاء في تقرير مراقبة دولة مما جاء ان هناك عيوبا كبيرة في عمل الشرطة كبيل الاحداث واثنائها وجهزيتها لاعمال الشغب متعددة الحلبات بشكل عام وفي المدن المختلطة بشكل خاص وفي استعدادها لها واضف التقرير ان محطات الشلطة في السنوات 2018 الى 2020 في المدن المختلطة لم تكن بتصنيف الملفات وفقا للخلفية القومية وبالتالي لم تعالج هذه القضايا في سياقها القومي وجاء في التقرير ايضا ان الشباك شأنه شأن استخبارات الشرطة لم يحذر من احداث حارس الاسوار ولم يصغ صورة استخبارية تعكس كثافة ونطاق وخطورة الاحداث التي وقعت وفق ما جاء في تقرير مراقب الدولة من جانبها انتقدت مبادرات ابراهيم تقرير مراقب الدولة حول تصرف الشرطة والشباك في احداث ايار 2021 والفجوات في الخدمات البلدية بين السكان اليهود والعرب في المدن المختلطة وقالت في تعقيب لها كوننا على دراية وثيقة بالواقع في المدن المختلطة رأينا الفجوات بام اعيننا حيث ان وضع السكان العرب في المدن المختلطة اسوأ من وضع السكان العرب في البلدات العربية وانؤكد ان الاهمال الشديد ليس العامل الوحيد الذي يفسر احداث ايار العام الماضي بل التوتر القومي والشعور بالاختراب لدى المواطنين العرب في الدولة وعن الدولة الانتباه الى هذا الامر كما جاء في تعقيب مبادرات ابراهيم وللاستزاد اكثر حول تقرير مراقب الدولة ينضم الينا الان في بث حي في الاستوديو المحلل والناشط السياسي المحامي شاد الصح والدكتور ثابت ابو راس مدير عام مشارك في مبادرات صندوق ابراهيم اهلا ومرحبا بكم اهلا بكم وقبل ان نبدأ مع تقرير مراقب الدولة دعونا بداية نتوقف عند ملف الجريمة والعرف اذا ان المجتمع العربي اصبح ينام على جريمة ويصح على اخرى ففي الليلة الماضية كتل الشاب محمد الصباحي 37 عاما من دير الاسد رميا بالنار وقد استنكر مجلس دير الاسد الجريمة مطالبا الشرطة بالعمل الجاد للوصول الى مرتكب هذه الجرائم البشعة طورا وبفارق اقل من ساعتين وقعت جريمة اطلاق نار اخرى منفصلة في كفر ياسيف وصيب خلالها ابو وابنته 12 عاما من المزرعة بجروح متوسطة ووفق معطيات جمعية مبادرات ابراهيم فقد كتل 64 ضحية عربية منذ بداية 2022 في ظروف متعلقة بالعنف والجريمة اهلا ومرحبا منكم دكتور ثابت ابو راس المحامي شادي الصح في البداية جرائم قتل مثل ما نسمع ونشاهد بلا توقف المجتمع العربي شلال من الدم لا يجف ولا ينضب السؤال الذي يتردد على كل لسان متى سينتهي هذا الكابوس وينعم المواطنين العرب في البلاد بالامن والطمأنينة داخل ويوتهم وفي اسواقهم وفي شوارعهم وفي مساجدهم وكنائسهم وفي مدارسهم دكتور ثابت ابو راس لنبدأ معك نعم حقيقة انه مؤلم جدا ما حدث في اخر شهرين منذ بداية السنة رأينا انه هناك في يعني انخفاض في نسبة الضحايا عدد الضحايا العنف والجريمة في مجتمعنا في اخر خمس اشهر في اول خمس اشهر ولكن حزيران ويوليو تموز الذي لم ينتهي بعد فهنا حوالي نصف عدد الجرائم منذ بداية السنة هذا مخيف جدا انا بعتقد انه في اسباب كثيرة لهذا العنف والجريمة ومهم جدا انه نحن نسأل انفسنا ايضا نسأل الشرطة نضغط على الشرطة بدون ما يلتقي هناك الشرطة تعمل اكثر والشرطة لسه مش عامل اكثر وش كادر تعمل اكثر من حيث الكوى حتى العامل فيها رأينا ان الشرطة لم تستطع ان تحمي امرأة معلمة من ليد فقط امس وبدون ما الحكومة تبدأ ان تعمل في قضايا يعني معالجة اسباب العنف والجريمة العميقة مثل قضايا الارض والتخطيط والبناء قضايا المصارف البنكية والكل امور المالية وايضا قضايا الشباب اللي لا يعمل ولا يتعلم لا يمكن ان نتقدم وايضا انا بعتقد الضلع الثالث لهذا المثالث هي هو المجتمع العربي الكيادات العربية انا بعتقد الكيادات السياسية والديني والتربية في تراجع في انحصار امام هذا المد لجعماء الاجرام في وقيادات الاجرام وعائلات الاجرام التي اصبحت هي الامر الناهي في مجتمعها يعني في حاجة للثلاث اضلع المثالث ان تعمل سوية ولا نقول فقط الشرطة الشرطة لا تستطيع لوحدها حل هذه الجرائب 18 قتيل في هذا الشهر بالذات احنا قريبين جدا من رقم كاسي منذ قيمة الدولة لسه الشهر منتهى اذا كان هناك 19 سيكون تموز 2020 مع الرقم الاعلى منذ قيمة الدولة الان جملة اخيرة مهم جدا انا اتذكر انه عدد القتلى اليوم في هذه السنة حتى هذه التاريخ هو اكثر من عدد القتلى والضحايا السنة السابقة بالرغم من كل عمل الشرطة والشرطة التعمل للحديقة نفس الحديث عن الموضوع المحامي شاد الصح الكابوس لاحقنا يعني في البيوت في الاسواق في الشوارع في البساجة يعني كنائس في مدارس في بيت عزاء هذا تكون بداية نوجه التحية من هذا المنبر الكريم قناة هلا الى ملايين المشاهدين من من مجتمعنا هنا ومن العالم العلمي العربي والاسلامي اولا بألم ووجع شديدين اقول لقد سجل مجتمعنا سابقة في عالم الاجرام سابقة لم تسجل في كل دول العالم حتى اعتى اعتى واقوى عصابات الاجرام الايطالية لم تقم بما قامت به عصابات الاجرام المنظمة في وسطنا العربي لم يحدث يوما ان قاموا باطلاق رصاص على بيوت عزاء لم يحدث ان يقوموا باطلاق رصاص على البيوت الامنة ترويع الاطفال ترويع العجز المرضى الذين يتأوهون من اصوات اطلاق الرصاص اليومي بشكل يومي في كل في معظم القرى والمدن العربية نلحظ بان هناك اطلاق رصاص لقد اخذ القسم من المواطنين العرب الذين انضموا الى عصابات الاجرام اخذوا يطبقوا لان قانون بايديهم بدل ان تقوم الشرطة بتطبيق هذا القانون هم يقومون بتطبيق هذا القانون والسبب واضح جدا السبب عدم كشف الشرطة عن الذين يقومون باطلاق الرصاص عن الذين يقتلون يقتل هذا الشخص العربي اخاه العربي وفي اليوم التالي يذهب الى المتنزة او لأي مكان اخر وكأن شيئا لم يحدث ويبتعدون عن الدين وما جاء في تعليم الاسلام وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وما قيل في الاثر ان هدم الكعبة لهدم الكعبة حجرا حجرا اهونوا علي من اراقة دمي مسلم شوف انت تصور يا اخ شاكر تصور شو انه هدم الكعبة حجر حجر انتهدم الكعبة مرة واحدة بنشوفها قدامنا انهدمت خلص الانسان المسلم كلنا نتوق للكعبي كلنا محبة للكعبي كلنا بدنا نزور الكعبي ان تهدم الكعبة حجرا حجرا يعني قدام اعيننا انه حجر حجر تهدم الكعبي نتألم اهون الي من اراقة دم مسلم اين نحن مما قيل اين مجتمعنا العربي مما قيل لقد ابتعدنا كليا عن جميع القيامي عن الدين عن الشرائع السماوية عن جميع الاديان السماوية ابتعدنا وهذا الذي نلحظه يوميا دكتور ثابت ابو راس ما هو الدور المجتمعي والحراك الشعبي الجماهيري للتصدي للجريمة والعند لماذا لا نرى اي نوع من الحراك حتى بيانات الاستنكار لم تعد موجودة لا نرى احزاب والجمعيات وغيرها تنشط للرد على هذا الواقع المرير لا شك ان احنا في بضع حقيقة صعب جدا على الصعيد السياسي الاجتماعي في ممكن يعني حقيقة انه القيادي غايبي بوصلت المجتمع ضايعة نحن نتحول من مجتمع مأزوم ازمة لمجتمع مهزوم امام هذا الامر الحقيقة فقط تعليق بسيط كل اللي قلته اخي الشادي صحيح بالنسبة انه ولكن يجب ان نتذكر انه المسؤول عن حمايتنا كمواطنين هي الدولة هو الشرطة ولكن لنا دور لنا دور وهذا الدور غائب اليوم اللي قاعد بصير انه امام انحصار الاحزاب والكهادات التربوية الامام الامام مش بس رجل دين الامام له المصلين وراءه وبعلاقة اجتماعية معاه كان يعمل مرة من اجل اصلاح ذات البين بين الناس القيادة العربية خاصة المحلية تستطيع ان تعمل اكثر في كل موضوع الاصلاح بين الناس اليوم بتخاف القيادة الدينية بتخاف امام المجرمين اللي اصبحوا هم اللي بجمعوا الخاوة هم اللي بكردوا مصاري هم اللي بعتوا كرود وهم اللي بطخوا وهم اللي بصلحوا بين الناس هذا هذا وضعنا اليوم فانا اعتقد في حاجي لا هبة هبة جماهيرية وانا اعتقد انه فيه امكانية لذلك فيه غيامة احنا نريد ان تحرق الهبة جماهيرية كانت مباراة اغلاق شوانيا من حالنا اخي الدكتور ثابت نريد ان من حالنا مش بس القيادات والاامة والمدراء المدارس البداية من البداية واضح جدا ان البداية من البيت ولكن البيت لا يكفي بالتالي اولادنا بروح على المدارس اولادنا في الشارع اولادنا في التك توك وفي هناك تأثيرات اخرى على شبابنا ابنانا 43% من شبابنا في جيل 18-22 لا يعملون ولا يتعلمون هؤلاء من مسؤول عنهم مش بس الأهلي أنا بأعتقد أنه على الدولة تعمل على الدم جولة في سوق العمل في الدراسة في الجامعات وهنا المطب هاي الشريحة 43% طلاب اليوم بتقول لك مالي لليش أشغل في إمكاني إنه بشكل غير قانوني أحصل على بعض الأموال وهذا لهذا السبب لنا دور وأنا بأعتقد مش بس الأب والأم الكيادات فيه نوع من الشرذمية في مجتمعنا مخيفة جدا مع العلم عند النساء نرى الوضع انتبهوا أكثر يعني هذا الجرائم بحق النساء اللي بتصير مش صدفة المرأة العربية تعمل أكثر تدرس أكثر ثلثين طالبات طلابنا العرب في الجامعة هن طالبات هناك توتر مجتمعنا ينتكل من مرحلة إلى مرحلة المرأة تكوى في بعض العائلات وبعض الأماكن ما بيعجبهم المرأة اليوم تتطلق أثر بتطلق أكثر اللي ممكن ناشى تشوفها أزمة أما لكن بعد مرأة هو مش بالزبط أزمين المرأة ثلثة النساء العربيات يعني تقدم للطلاق اليوم وهذا شيء مش جديد على مجتمعها بتتزوج في جيل بتأخر اليوم هذه أنا بعتقد أنه مكانة المرأة في المجتمع العربي تتغير وهذا بيجي قتل النساء 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 ما بتطلق النار على حدا يطلقون النار على النساء فيجب مراجعة أنفسنا نحن كمجتمع العربيات المهامي شاد الصح هنا تتحدث عن النساء كيف يمكن توفير الحماية للنساء المهددات بالقتل لمنع الجريمة التالية نسمع سمعنا ما حدث باللد في تعقيب أخي الشاكر تعقيب بسيط فقط على أقوال الدكتور ثابت أنه المسئولية من حيث المسئولية المسئولية على كل شخص بنا تقع مسئولية كلكم راعي وكلكم مسئول عن عمله المسئولية من وين بتكمن المسئولية أنا مني أنا من الدكتور ثابت من شاكر مواسي من كل إنسان يعني سأعطي مثالا بسيطا يحدث في قلن سواء في عرابة في دير حنة في علبون كفر يسيف دير الأسد عندما نقوم نحن نحن بإعطاء الاحترام ليه رجالات العصابات والذين نعرفهم كل شخص في كل بلدة يعرف من يتبع لهذه الفئة ومن ينضم إلى هذه الفئة عندما يدخلون إلى الأعراس إلى الأعراس يعني خذ مثال بسيط شخص معروف أنه يتبع إلى عصابة إجرام بده يدخل على عرس معين أو على ديوان معين يعني قبل أن ينطق قبل أن ينطق بالسلام عليكم إذا نطق فيها بتلاقي الكل وعليكم السلام أهلا وسلم تفضل هون يقومون يقومون من المقاعد الأولى ويجلسونه في المقاعد الأولى أنا أقول من هنا يبدأ هذا الأمر بينما يدخل إنسان آخر مسالم بأعلى صوته يقول السلام عليكم لا يسمعه أحد يذهب إلى المقاعد الخلفية يجلس هناك لا يلتفت إليه أحد وين هون؟ هذا الضعف الضعف الذي يكمن بنا هو الذي قام بتقوية عصابات ومنظمات وعائلات الإجرام في مجتمعنا العربي هايه النقطة الأساسية إحنا من هون بنبدأ للنساء للنساء حديث طويل النساء فيه هون حديث طويل عن عمليات قتل النساء سبع نساء تم قتلهن في الأولى الأخيرة ويعني كنا مهددات من قبل المعظم معظمهن كنا مهددات بأنه سيتم قتلهن إما على يد كانوا متزوجات قسم كانوا متزوجات وتم تطليقهن وتم تهديدهن يعني بيعرفوا أنه هون مهددات مهددات أسباب قتل النساء يختلف كلياً عن قتل الرجال العرب طلا لوين وصلنا صرنا نفرق بين قتل النساء وقتل الرجال يعني بدال إحنا إسا ما يكون مثلاً موضوعنا أنه كيف تكون هبّي للعلم للثقافي لتقوية أبناء مجتمعنا لبناء المستقبل العظيم لتلك الأجيال إسا إحنا قاعدين نناقش هنا مش بس إحنا ومجتمعنا العربي حديث الساعة قتل الرجال يختلف عن قتل النساء طيب دكتور ثابت أبو رأس أريد أن نعود إلى الملف الذي كان كنا قد بدأنا الحديث عنه وتقرير مراقب الدولة الذي نشر بالأمس ماذا تقرأ في هذا التقرير فيما يتعلق بانتقاد أداء الشرطة والشباك في أحداث أيار من العام الماضي نعم أريد أن أشير أولاً أن احنا توجهنا لمراكب الدولة أن يفحص هذه الأمور في السنة السابقة وساعدنا مراكب الدولة من حيث المواد نعمل من مدينة الليد ونرى يومياً محدثنات مبادرة إبراهيم في عند مشروع المدن المختلطة وحذرنا عملياً مما حدث في أيار 2021 ونحذر الآن مرة أخرى فيما إذا لم تتغير الأمور نحن موجهين على أحداث دامئ أخرى في المدن المختلطة خاصة الآن واضح جداً أن الفجوات كبيرة جداً يعني يمكن كثير ناس ما بتعرف أن المدن المختلطة هي تتربى على عرش أو في قائمة المدن مع عدد الضحايا العنف الجريمي الأكبر الليد الرملي يافا عكا حيفا يعني في السنة السابقة من ثمث من ثمث بلدات في إسرائيل كان هناك الخمس بلدات موجودة ضيف لذلك الناصرة ام الفحم وقلنسوي هاي ثمان بلدات مع عداد القتلى إن دل هذا الأمر على شيء دل على أن الشرطة لا تكون بواجبها أولاً في بحث يعني التحقيق في قضايا القتل في البلدات المختلطة وهذا ما جاء عليه تقرير مراقب الدولة ولكن مراقب الدولة يذهب إلى أبعد من ذلك ليس فقط تصرف الشرطة والشباك هناك كان سيئاً إلا إنما الفجوات القائمة بين العرب والله هد مخيفة جداً كيف يمكن أن نقبل وضع إنه الرملي رملي ثلث سكانها تكريباً عرب فيش موظف واحد عربي في وظيفة كبيرة كيف نقبل أن 30% من سكان نوفاقيل اللي هم عرب وحتى الآن فيش هناك مدرسة هناك سكان العرب يتوجهون لمحكمة العدل العليا من أجل فتح مدرسة كيف نقبل أن وضع في اللد أخر مرة ثلث السكان وثلث أعضاء البلدية في اللد هم عرب ولكن لا تأثير لهم الفجوات كبيرة المحطة مثلاً حي المحطة في اللد هو حي المحطة منذ قبل قيام دولت إسرائيل عندما في نفس الوقت نرى البنايات الشاهقة والشوارع والبنية التحتي التي تبنى لليهود لهذا السبب أن أعتقد هذه الفجوات ستعيد مرة أخرى لأحداث الآن مؤسب جداً أن البلدية مثلاً في اللد استقبلت بنكفير وسموتريتش ثلاث أيام قبل ما انفجار الأحداث في في اللد رأينا ما حدث في اللد من الاستعانة بمستوطنين جاءوا من المناطق المحتلة لمساعدة المستوطنين الذين نسكونن في اللد يعني في الحديث في جواب 19 مليار شكل كانت مخصصة للعرب في المدن المختلطة في الـ 20 سنة الأخيرة لم تصل إلى المواطنين العرب حسب تقرير مراكبة الدولة أنا أكتبس مراكبة الدولة يعني الفجوات في التربية والتعليم في تخصيص الأماكن في الحيز العام هذه المدن العربية الفلسطينية كانت قبل 75 سنة اليوم أصبحت هناك في حالة تهويد تهويد الجامع جامع دعمش في اللد لم يروا أي اسم آخر لا الساحة مقابل الجامع المسجد إلا أن يسموها يعني ساحة البلماخ على اسم البلماخ الذي اكترف مجزرة في الـ 48 يعني فيه هناك عسكرة الحيز العام في اللب فيه هناك عسكرة الحيز العام في المدن المختلطة كل شيء جيش واسماء عسكرية هذه المدن مدن عربية يهودية يجب أن تتم في تقديم الخدمات بشكل متوازي متساوي وأيضا استعمال اللغة العربية من أجل مواطنية إذن المحامي شاد الصح تقرير مراكبة الدولة يعني هو الهدف منه هو الوقوف على الأخطاء يعني كما اعتربت بأخطاء الشرطة يعني هل تعتقد أن ذلك سيكون في صالح المجتمع العربي يعني؟ سأرجع قليلا إلى تقرير مراقبة الدولة يوسف شبيرة يوسف شبيرة فحص قضية العنف في الوسط العربي ووجه إصبع الاتهام إلى حكومة إسرائيل بأنها لم تقم بالعمل المطلوب من أجل إيقاف ظاهرة العنف المتفشية في الوسط العربي نقطة سطر جديد أجأ متنياهو إنجلمان تقرير قراءتي للتقرير مختلف يعني اسمعت الدكتور ثابت أنا في التقرير ولكن أنا قرأت قسم من التقرير واستمعت إلى ما قيل متنياهو إنجلمان حكى عن الفجوات بين الوسط العربي واليهودي هذا التقرير واحد وقال أنه في خمس موظفين فقط يعملون في الليد والرملي ونوفا جليل ولكن ولكن مراقب الدولي حكى عن أحداث أيار حارس الأسوار اللي سميت بحارس الأسوار نحن سميناها شميرة حموت نحن أطلقنا عليها هبة الكرامة هبة الكرامة لأن العربي لا ينحني لأحد أنا بحكي عن العربي اللي عنده اللي عنده كرامي طبعا هذا الحديث تبعي لا ينحني لأحد متنياهو إنجلمان بقول الشرطة الشرطة مع أجهزتها المختلفة من الاستخبارات والأمن الداخلي لم تقم بواجبها في أحداث أيار لم تقم بواجبها في أحداث أيار مما أدى إلى دخول المستوطنين المستوطنين إلى المدن المختلطة هذا تقرير اللي بقول يعني كانت لازم الشرطة تمنع مش تمنع تضرب بيد من حديد لكي تمنع لكي تمنع ما قام به العرب في أحداث هبة الكرامة هذا التقرير متنياهو إنجلمان متنياهو إنجلمان أجه مراقب الدولي شو مراقب الدولي؟ أجه عرض عمل عرض حال مشهد صور المشهد اللي كان قال في أحداث أيار كان 1 2 3 4 5 وكتب بعض التوصيات السؤال المطروح هل سيقوم أحد من السلطات بالمؤسسات بتنفيذ التوصيات التي ذكرت؟ كلا وألف كلا طيب الآن الدكتور ثابت أبو راس نأتي لموضوع الأحزاب خصوصا إلى أي مدى وهو نتعلق أيضا بتقرير مراقب الدولة إلى أي مدى تجربة حزب عربي في الاتلاف الحكومي يمكن أن تؤثر أو لا تؤثر في تغيير واقع المواطنين العرب في المدن المختلطة؟ واضح جدا أنه تجربة منصور عباس والقائمة الموحدة القائمة الموحدة نعم هي تجربة جديدة على مجتمعنا أنا أعتقد أنه الخطأ الكبير كان هو مفصل المدني عن القومي اليومي عن القومي لا يمكن أن نفصل ذلك ثنتين مرتبطات ببعض يعني نبحث عن حقوق وهذا مهم جدا وأنا أعتقد أنه في هناك بعض المكتسبات اللي بدون يشوفها حر أول مرة بتطركوا للمدن المختلطة 300 مليون شكل خصصة للمدن المختلطة مثلا في الوقت اللي في 9-22 التقرير السابق ما حدا أحكى عن العرب في البلدات المختلطة اللي حوالي 11-12% من عدد السكان ولكن يجب أن ما حدا ينسى أنه قضية الأقصى هي قضيتنا قضية الاحتلال وما يحدث مع شعبنا الفلسطيني هي بأيضا قضيتنا لهذا السبب ما بنقدر نفصل بين الشغلتين لا القضية مش عند العرب القضية عند الحزاب اليهودية اللي الحقيقة ما بدينا يعني بعد 15 عضو أوصوا على جنس من أجل أن يكون قبل سنتين رئيس حكومة رأينا أنه الآن جنس يتنصل وقاله يعني بسهل زي ما بيقوله وبتدوش أي شراكة مع المشتركة وفي نفس الوقت لا يريد أن يعتمد على القائمة الموحدة أيضا رأينا لبيد رجع إلى خطابه السابق الزعبز ويرى أنه العرب فيش حاجة لهم في هذا الاتلاف أنا أعتقد أنه اثنين يخطئون لا يمكن زاحة اليمين وتغيير اليمين وإسقاط اليمين في إسرائيل دون الاعتماد على صوت العرب أنا أعتقد أنه هذا الخطاب من الكيادات الأحزاب اليهودية هي هي التي ستترك العرب في بيوتهم ومشاركوش في التصويت قضية العرب الأولى هي نسبة التصويت أنا أعتقد أنه هناك خطر على الحزبين مع نسبة تصويت 35 و40% خاصة أنه ممكن يكون هناك حزب ثالث لسه ما بنعرف أنه هل في حزبين والثلاث أحزاب وفي هناك خلاف حول تركيبة المشتركة واضحة جدا لهذا السبب الوضع خطير تمثيل العرب في الكنيسة الكنيسة هي منصة للدفاع عن حقوق العرب هي مهمة جدا لكن لا تكفي الشارع والنضال الشعبي أيضا من الغاية اللي مش موجود الأحزاب لا تعمل اليوم في الوسط العربي في البلدات العربية وهذا يضعف النضال حتى في الكنيسة طيب نختتم حديثنا مع المحامي شاد الصح في نفس الموضوع عن التجربة يعني ممكن أن تؤثر على الواقع الجمهور العربي قبل فترة بسيطة كنت هنا ببرنامج مع الإعلامي بسام جابر يحاور وطرح أسئلة جدا جدا صعبة يعني ما زالت أصداء أصداء هذا البرنامج إلى يومنا هذه يعني يسألونني من الموحدة ومن المشتركة أنت قلت كذا وهذا يقول كذا النهج الجديد يعني كلمة النهج الجديد إذا أنت بتفكر فيها أجت من مين؟ من الحركة الإسلامية الشق الجنوبي نهج جديد حركة إسلامية وفجأة فجأة دخلت إلى عالم غريب عن مين؟ عن ما يعتقدون ما يؤمنون به مجلس الشورى أنت يعني عارف شو أنه يعني بستندوا على مجلس الشورى شو مجلس الشورى وين كان؟ في أيام الخلفاء الراشدين كان في مجلس شورى يعني هني امتداد للخلافة الراشدية وفجأة وفجأة دخلوا إلى معترك جديد فصل الدين عن الدولة بدنا نهج جديد بدنا حياة جديدة فهذا الإشي كان غريب بعض الشيء عند الناس في قسم من الناس ما تقبل هذا الإشي طب كيف يستويان؟ كيف إحنا بدنا نلائم بين النهج الجديد وبين معتقدات معتقدات الحركة الإسلامية الشق الجنوبي هذا النهج الجديد لم يلقى القبول لكي لا تضيع البوصلة قلت في برنامج بسام جابر يحاور قلت أنا لا أنتمي إلى أي حزب أن أيا كان أنا أنتمي إلى نفسي أنا حر أنا أقول ما أعتقد وأؤمن به وقلت في البرنامج وفسرت الأمور أكثر كان برنامج ساعة كاملة وهناك شرحت بعض الأمور بشكل موسع والآن ننتقل إلى المشتركة والمشتركة في نهج جديد المشتركة المشتركة ينتمون إلى من؟ إلى المجتمع العربي إلى المجتمع العربي الانتمائل إلى المجتمع العربي هل نجحت المشتركة أنا بحكي عن الجبهة والتغيير ما تستتم بالانفصال هل نجحوا في تطبيق ما آمنوا به الجواب سلبي هذا نلحظه في الشارع بشكل يومي شكرا لك المحامي والناشط السياسي المحامي شهد الصح أخي شاكر قبل قبل أنا أريد أن أطلب منك طلب خاص يعني من تلفزيون هلا بأن نوجه يعني عن جد نوجه من هون من هذا التلفزيون الكريم أسمى آيات الشكر إلى كل من حضر إلى شاطئ بحيرة طبرية وتضامن مع أهل المفقود المحامي رائد محميد ونسأل الله تعالى أن يشفي والده ويمدها بالصحة الكاملة وأن يرجع رائد إلى أهله وبلده ووطنه سالما معافا وأنت كنت بالأمس هناك كنت بالأمس هناك والقلوب تقطعت يا أخ شاكر قلوبنا جميعا هناك نعم قلوب قلوب المجتمع العرب شكرا لك المحامي شهد الصح شكرا لك الدكتور ثابت أبو راس مدير عام مشارك في مبادرات صندوق إبراهيم شكرا لك أعزائي المشاهدين موعدنا الآن مع فاصل قصير ثم نعود وانتعدى